أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن الشباب البحريني هم عماد الوطن يتم التعويل عليهم لمؤصلة تحقيق التطلعات التنموية المنشودة للمملكة وفقا للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعام شيرا إلى الحرص على توفير مختلف الفرص التي تمكن الشباب من تحقيق كل الخير والنماء للوطن وكافة أبنائه ويعزز من مكانته على مختلف المستويات جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الغضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد سفيان خالد المؤيد وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة منظمة الرؤساء الشباب العالمية حيث أعرب سموه عن تهنئته له وتمنياته بالتوفيق والنجاح في هذا المنصب الدولي مؤكدا أن تبوأ الشباب البحريني للمناصب القيادية المختلفة عالميا دليل على كفاءتهم وتميزهم مشيرا إلى دور منظمة الرؤساء الشباب العالمية في ربط الرؤساء التنفيذيين الشباب ورؤساء الشركات والأعمال في جميع أنحاء العالم من أجل تبادل الأفكار والخبرات من جانبه أعرب السيد سفيان المؤيد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس بجرس الوزراء على ما يوليه من حرص دائم على دعم شباب البحرين والكوادر الوطنية وتوفير الفرص أمامهم لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ونماء مملكة البحرين ومنها تقلدهم المناصب المختلفة مؤكدا حرصه بأن يمثل البحرين من خلال هذا المنصب الدولي خير تمثيل ترجمة نانسي قنقر